تقويم تشخيص التلميذ الثانية متوسط في مادة الفيزياء بإمكان التلميذ يأخذ ورقة وقلم ويكتب التمرين ويصحح وبعد ذلك يطالع على التصحح التمرين الأول صنف الخلائط التالية إلى خلائط متجانسة وغير متجانسة معناها عدنا مجموعة من الخلائط نصنفوها اللي متجانسة نكوشفها واللي غير متجانسة نكوشفها ماء زائد زيت ماء معداني وحده قمح زائد عدس رمل زائد ماء ماء زائد سكر ماء زائد ماء الزهر خل زائد زيت طيب أذكر اسم العملية التي تسمح بفصل الرمل عن الماء كيف نفصل الرمل عن الماء سمي العملية العملية هي طيب أذكر العملية التي تقوم بها للحصول على ماء نقي انطلاقا من ماء المالح كيف نحصل على ماء نقي انطلاقا من الماء المالح سمي العملية الثاني صنف في جدول المواد التالية إلى مواد ناقلة ومواد عازلة عندك الأليمنيوم الماء النقي الرصاص الزجاج الخشب الجاف محلول ملحي البلاستيك النحاس المستارة الناقلة نديرها هنا والعازلة نديرها هنا صنف في الجدول الأجسام المذكورة حسب الحالة الفيزيائية في الطبيعة حسب الحالة الفيزيائية في الطبيعة بخار الماء السكر القمح عصير الليمون الخشب غاز الأكسجين الفاصولية النحاس الزيت وغاز الأزوت الحالة التعو في الحالة الفيزيائية في الطبيعية إذن عندنا ثلاث حالات طيب اربط بسهم كل مقدار بالوسيلة التي تكمن منه قياسه التي بالوسيلة التي يقاسوا بها طيب كتلة قطعة حديدية حجم كمية من الماء حجم حجرة طول القاعة حجم مكعب سمك الطاولة هذا الأشياء كل وحده باش نقيسوا باش نقيسوا قياس التاحة طيب عندنا القدم القنوية ميزان أنبوب اختبار طريقة الغمر الشريط المتري تطبيق قانون رياضي معنا كل حاجة نربطوها بالجهة المناسبة لها طيب ثمانين ثالث أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ مع تصحيح الخطأ نحصل على الماء النقي من عملية الإيبانة تحت الضغط الجوي النظامي ضغط الغرفة يغلي الماء النقي عند درجة خمسة وثمانين درجة مئوية الماء الطابعي كماء الوديان والأنهار خليط متجانس طيب للماء النقي درجة غليان وتجمد ثابتين تدعى معايير نقاوة يأخذ الجسم السائل شكل الإناء الموضوع فيه طيب بإمكان تلميذ يوقف الفيديو يدير بوز يوقف الفيديو بعد ذلك يطالع على الحل يطالع على الحل بارك الله فيكم نحن نمر للحل مباشرة والتصحيح حتى الفيديو لا يخرجناش طويل بارك الله لي ولكم طيب تمني الأول تمني الأول ماء زائد زيت ماء زائد زيت هو خليط غير متجانس ماء معدني خليط متجانس قمح زائد عدس خليط غير متجانس رمل زائد ماء خليط غير متجانس ماء زائد سكر خليط غير متجانس ماء زائد ماء زهر خليط غير متجانس خل زائد زيت هو خليط غير متجانس طيب العملية التي نفصل بها الرمل عن الماء هي عملية التركيد نسموها التركيد العملية التي نقوم بها للحصول على ماء نقي انطلاقا من الماء المالح هي عملية التقطير الماء المالح كي ندروله التقطير نتحصل على ماء نقي طيب تمرين لبعده صنف المواد إلى مواد ناقلة ومواد عازلة المواد الناقلة التي تنقل الكهرباء عدنا الألمنيوم الرصاص محلول ملحي والنحاس طيب الموالي العازلة سمية عازلة لأنها لا تنقل كهرباء تعزل لا تنقل كهرباء عدنا الماء النقي الزجاج الخشب الجاف البلاستيك والمستارة طيب تصنيف الأجسام حسب الحالة الفيزيائية في الطبيعية الحالة الصلبة الأجسام التي تكون في الحالة الصلبة في الطبيعة السكر القمح الخشب الفاصلية النحاس طيب الحالة السائلة عصير الليمون والزيت طيب الحالة الغازية لتكون على شكل غاز أو بخار غاز بخار الماء غاز الأكسجين وغاز الأزوت نربطه كل جهة بالوسيلة التي تمكننا أو تمكننا من قياسها طيب قطعة كتلة حديد بالميزان نعرف قياس تاحا بالميزان حجم كمية من الماء أنبوب اختبار حجم حجرة عن طريق الغمر طول القطعة طول تها القطعة عن طريق الشريط المتري ولا مستارة حجم مكعب عن طريق تطبيق قانون رياضي سمك الطاولة عن طريق القدم القنوية إذن القدم القنوية شوفوا به السمك سمك الطاولة مثلا طيب الثمانين الثالث أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ انتبه إذا خطأ تصحح الخطأ نحصل على الماء النقي من عملية الإبانة هذه خطأ خطأ الصحيح نحصل على الماء النقي من عملية التقطير ليس من الإبانة وإنما من التقطير جملة ثانية تحت الضغط الجوي النظامي لهو الضغط الغرفة يغلي الماء النقي عند درجة 85 درجة مئوية خطأ هذا العبارة خطأ الصحيح تحت الضغط الجوي النظامي يغلي الماء النقي عند درجة 100 درجة في المئة الدرجة يغلي مشي في 85 الجملة الثالثة الماء الطبيعي كماء الوديان والأنهار خليط متجانس هذا العبارة خطأ الصحيح الماء الطبيعي كماء الوديان والأنهار خليط غير متجانس غير متجانس موج متجانس الجملة الرابعة للماء النقي درجة غليان وتجمد ثابتين تدعى معايير النقاوة هذه عبارة صحيحة إذن الماء النقي درجة غليانه وتجمده ثابتة تدعى معايير نقاوة هذه عبارة صحيحة طيب الخامسة يأخذ الجسم السائل شكل الإناء الموضوع فيه الأشياء السائلة تأخذ شكل الإناء اللي نفرغوها فيه هذه عبارة صحيح في الأخير بارك الله فيكم بارك الله فيكم بارك الله فيكم بارك الله فيكم بارك الله فيديو بارك الله فيديو في الصفاحات وفي المجموعة حتى تعوم الفائدة لا تنسونا من دعائكم بارك الله فيكم ادعونا بالتوفيق والنجاح ولا تبخلوا علينا بجام والاشتراك في القناة والتعليق على الفيديو بارك الله لي ولكم لما لديه سؤال أو استفسار يتركه لي في التعليقات بارك الله لي ولكم سأجيبكم إن شاء الله وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله شكرا